في بداية هذه السنة الرب أغنانا بنعمته الغنية والآية التي تفضلت بها أنت والقصعطة من رسالة أفسس أنه إذا تذكرين وبالتأكيد كثيرين من الأخوة المشاهدين أيضا يذكرون يا ما عملنا حملات جمع العطاءات لشراء ثلاث شغلات كنا دائما نقول في أمثل حاجة إلى ترايكاستر وكنا ما نحصل ما يعني ما كان يجي دعم ويا ما قلنا السيرفر الهارد درايف اللي هو 50 تيرابايت قبط مخزن البرامج اللي هو مخزن البرامج اللي فاتت واستخدمنا طرق يعني بداية ناخذه نودي إلى أجزاء صغيرة أيضا ما نجحنا في السنوات الأخيرة والشغلة الثالثة مسألة الكادر واحتياج العرامية إلى كادر بسبب الأعباء المتراكمة على هذا العدد الصغير اللي لا نتجاوز العشرة لكن في هذه سنة يد الرب بدأت يعني واضحة جدا ونشكر الرب على الترايكاستر اللي شتريناها قدرنا أن نشتريها ب 37 ألف دولار اللي هي لها علاقة خاصة مثل ما تشوفها عزائي المشاهدين هذه ترايكاستر الثمانتالاف موديل الثمانتالاف اللي ممكن أن تستخدم بها ثماني عفوا لا ياريت لا تبقى على ترايكاستر اللي هذه ممكن أن تستخدم ثمانية كاميرات ولو ما عندنا ثمانية كاميرات لكن تسعى لغاية ثمانية كاميرات وهنا جاي يصير التدريب هذا الأسبوع الماضي التدريب الشركة لقسم من التكنيشنس أو الفنيين كيف نستخدم هذا الجهاز اللي اشترينا قبل أسابيع ب سبعة وثلاثين ألف دولار الجهاز الثاني أيضا اشترينا يعني في هذه سنة اللي هو السيرفر لأنه قلنا أبل أربعين خمسين ترابايت قطت وهذا هو سيرفر جديد اللي هو مية وثمانية وعشرين ترابايت يعني هذا رح يكفينا أولا رحل مشاكلنا ورح يكفينا على الأقل فد أربعة إلى خمسة سنوات أخرى لخزن البرامج وهذا أيضا كلفنا عشرين ألف لكن عشرة تلقى تفاصيل وأجهزة أخرى ملحقة زائد إنستليشن وشركة ونصب وإلى آخرين هذه اثنين نشكر رب من أجلهم والنقطة الثالثة التي تفضلت حفا نزولنا إلى أوروبا والشرق الأوسط وعندي شكر آخر أريد أشكر رب على حسناته لنا كلها في بداية هذه السنة بداية عام 2016 أنه برامج قيمة وبرامج ممتازة أنا ما دأتكلم عن المناظرات الدينية باللغة الإنجليزية والعربية ولا دأتكلم عن الماراثونات والقناة الترينتي بس أنا دأتكلم عن برامج خاصة التي نزلت الآن إلى الشرق الأوسط وأوروبا ثلاث أربعة برامج قوية واحد من عدهم مثلا برنامج حرب بلا سلاح اللي كان مرتين بشهر الآن تحول إلى برنامج أسبوعي لكن هذه كلها من حسنات الراب وأنا أتمنى أنه الأخ الجورجيت أو القصعة يوضح للمشاهد ماذا تعني هذه البرامج في هذه الأيام وفي السنوات القادمة ترجمة نانسي قنقر